اشتركوا في القناة وخاطبه بقوله وخاطبه بقوله ومن الليل فتهجد به نافرة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إن مظهر القيام في الليل مظهر صحة إيمان وميزة لهؤلاء المؤمنين في إقامة عمل ومسعى وجهد يبتغون به القربة من حضرة الله تبارك وتعالى قال تعالى تتجافى أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مومنا كمن كان فاسقا لا يستوون أيها المؤمن شرف المؤمن قيامه بالليل عزه استغنائه عن الناس القيام بالليل شرف لك لأنه يدل على أنك أدركت حقيقتك وتهيأت لمستقبلك الأكبر وأحسنت الصلة بمن بيده الأمر كله ظاهره وباطنه الرحمن الرحيم القوي القادر الكريم جل جلاله إن الناس في التوصل إلى خطبة مودة وعقد علاقة مع من يظنون أنه يفيدهم أو ينفعهم ممن هو في حد ذاته لا يملك لنفسه ولا لهم ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور إلا بما قدر الله وكذب يتجرعون لفي ذلك كثيرا من المرارات ويصبرون كثيرا من الصبر حتى يتوصلون إلى مودة هذا أترى خاطب وجي رب العرش الذي بجه الأمر كله لا يطيب لهم أن يتركوا من أجله ما اشتهت أنفسهم من منام ومن غيره أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى في قيام الليل إحسان معاملة مع رب النهار والليل انظر إلى وصف أم المؤمنين عائشة إلى نبينا محمد لما سألها بعض الصحابة أخبرنا بأعجب ما رأيت من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت وبما أحدثكم كان كل أمره عجبا فما قالت كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو بحبيبه وقام يناجي مولاه ولقد ورد عليه في ساعة من الليل فعمد لم يضيئة فتوضى ثم قام يصلي ويبكي فلم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر وجاء بلال يزينه بالصلاة فرأه يبكي فقال يا رسول الله أتبكي وقال فر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وتلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأهل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما بعدها من الآيات أيها المؤمن أما كفاك هذا المصطفى قدوة في رمضان تعلم قم رمضان وخذ نصيبا من القيام وإنه من سعة شريعة الله أن يكتب لك النصيب من القيام بصلاة المغربي والعشاء والفجر في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة فكان ما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكان ما قام الليل كله ولكن الحد الأدنى من أن تأخذ النصيب بعد ذلك من فضل القيام أن يكون لك في أثناء الليل صلاة وقراءة ودعاء وذكر ولا أقل من ركعتين بعدية العشاء سنة العشاء البعدية وثلاثا من صلاة الوتري هذا أقلها ونصيبك بعد ذلك من الذكر والاستغفار وتلاوة القرآن الكريم بما تحسر لك وفي ليالي رمضان صلاة التراويح إذا وضبت على صلاة التراويح من أول ديلة إلى آخر ليلة صدق عليك أنك قمت رمضان صلاة التراويح العشرين الركعة إذا وضبت عليها من أول شهر إلى آخر فقد قمت رمضان فإن كان ذلك صدر منك إيمانا واحتسابا فلك المغفرة بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم وإذا كان القيام بعد منام من سبقه سمي تهجد فالتهجد هو ترك الهجود القيام من الهجود أي النوم ترك الهجود تهجد فقيامك من النوم يكون بعد ذلك العمل فيه والصلاة فيه أشق فلها أجر أعظم فيكون تهجدا فمن قام الليلة كله من دون أن ينام لا يسمى متهجد ولكن يسمى غايم غايم في الليل ولكن من نام ولولا حظات ثم قام فعمله تهجد فالتهجد الصلاة بعد نوم يسبق النوم ثم يقوم لعجل الصلاة لله تبارك وتعالى والحق يباهي ملائكته بمن قام من فراشه وقد يكون فراشا وطيئا ومن بين أهله فقام يناجي مولاه ويقول انظروا ترك أهله وترك فراشه من أجلي وقام يناجيه وتقربا إليه فيباهي به الملائكة في السماوات العلاء ولذلك قالوا وقم من الليل ولو كحل بشه وقالوا عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم أحسنه في رمضان واجعل في باقي عمرك نصيبا من هذا القيام إنه سر إيمانك بالله تبارك وتعالى وسبب ترديتك وقربك من حضرة الرحمن جل جلاله وميزتك في الطلب أيها المؤمن تطلبك لكثير من الأمور تدخل لأجلها في مشاريع وتنصرف فيها انصرافات متعددات في الحياة لا يشاركك فيها البر والفاجر لكن تطلبك لقربه من الله تطلبك لغضوان الله هذه خصوصيتك أيها المؤمن ومن أظهر صدقك في هذا الطلب أن يكون لك قيام بالليل يا أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى رمضان فرصة لأن يتجدد لك فيه التعلق بقيام الليل لتأخذ نصيبك من قيام الليل فيما يبقى من عمرك ولقد قال بعد الحكماء لبنى يا ابني لا يكون الديك أكيس منك يقوم بالليل وأنت تنام يا ابني لا تكسر النوم بالليل فإنه من يكسر النوم بالليل جاء فقيرا يوم القيامة فإنه من يكسر النوم بالليل جاء فقيرا يوم القيامة ولقد فرد قيام الليل في أول الشريعة في المدينة المنورة على جميع المسلمين فصار بعضهم يخاف أن يكسر عن نصف الليل فيلكم الليل كلها فبعد ذلك خطف الله عنهم وجعله سنة وجعله فريضة على نبيه المصطفى محمد وفيهم قال الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك عليهم رضوان الله وجعلنا معه كما جعلهم معه متصلين به من بالاكتداء بهديه صلى الله عليه وعليه القيام في الليل رقعتان في جو في الليل كنز من كنوز البر أي من كنوز الجنة رقعتان في الليل كنز من كنوز البر كنز من كنوز الجنة بهذا القيام تبرهن عن صدقك في طلب القلبي من الملك العلام وبهذا القيام تكثر كنوزك في يوم القيام فإن الله يعطي وقت غفلة الغافلين ورقدة الراجدين للقائمين والذاكرين ما لا يعطيه في الأوقات الأخر أيها المؤمن شرف المؤمن قيامه بالليل خفف من قضاء ساعات الليل في كلام لا يعنيك أو في تفرج على ما لا ينفعك واجعل مقابل ذلك قومة بالليل في أوله أو في وسطه اجعل بدل ذلك قومة في الليل في أوله أو في وسطه أو في آخره أيها المؤمن بذلك تتحقق بحقيقة صدقك مع الله تبارك وتعالى في توجهك إليه وطلبك القرود منه سبحانه وتعالى وبذلك تدخل في مشابهة نبيك وصحابته الأكرمين وصلحاء هذه الأمة إنها ساعات مباركة يصفو فيها الحال مع الكريم متعال فإن كانت وقت السحر فما أعجبها واجعل فيها نصيبة من الاستغفار وانظر ثناء الرحمن على المستغفرين في السحر قال عن المحسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بخير من ذلك للذين قل هل أنبئكم بخير من ذلك للذين التقو عند ربهم جنات تجد من تحت الأنهار وخارجين فيها وأزواجهم متهرتهم رضوانهم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا ففردنا ذنوبنا وجينا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أثنى عليهم ربك ألا تحب أن تكون منهم كل مؤمن يعشق أن يكون ممن أثنى عليهم ربه سبحانه وتعالى وقد أثنى على المستغفرين بالأسحار فخذ نصيبك من هذا ورتب لنفسك ترتيبا أنت طالب أمر عظيم أنت طالب الملك الخالد المقيم أنت طالب مجاورة الرحمن الرحيم أنت مطالب مرافقة النبي العظيم فما أحقر ما تطلب في سبيل ذلك فكن صادقا في الطلب وإلى ربك فارغب وخذ نصيبك من قيام الليل ورغب في ذلك زوجتك رغب في ذلك أولادك وأهلك وأصدقائك حتى تحوزوا نصيبا من سر القيام في الليل جعلنا الله ممن يحبون بنصيب من قيام الليل والاستغفار في الأسحار ندخل في من أثنى عليهم ربنا إنه أكرم الأكرمين وله الحمد أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين شكرا